بحضراتكم مرة تانية العالم كله مصاب بالرعب بسبب ايه؟ بسبب فيروس كورونا واللي انتشر بسرعة كبيرة بالرغم من كل المحاولات للسيطرة عليه الفيروس وصل لحوالي 30 دولة الاصابات وصلت لمئات الالاف في مصر الحمد لله تم الاعلان عن اكتشاف حالة بالاصابة والامر مش مرعب عشان الدولة عندها خطة لمواجهة الفيروس وهنتكلم كمال لو لسه نقص لنا اجراءات احترازية واجراءات معينة ده كل ما يمنعش لنا ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا علشان نحافظ على صحتنا ودايما يقولوا الوقاية خير من العلاج هنقش كل التفاصيل معظيفي دكتور حسين حسني وستاذ امراض الصادر بتبق قصر العيني اهلا بحكي دكتور اهلا بيك في البداية دكتور انا مش هسأل اسئلة عامة انا هسأل اسئلة اللي بتهم الجمهور واللي عايزين يسمعوه من المتخصص من الطبيب من حضرتك ابتدي بالفيروس الكورونا قولهو بيجي من ايه ولا نبتدي بالاعراض على طول حراك حابب نبدأ من انهي نقطة خلينا نتكلم اوله هو فيروس كورونا اه بس قبل ما اتكلم عن فيروس كورونا اقول ان احنا مش عايزين زعف مش عايزين نرعب عايزين نحظر وحظر معقول وبداية الحظر ان انا عرف ايه هو طبيعة المرض الكورونا مش اول مرة تحصل يعني ده مش فيروس فجأة ظهر في 2019-2020 الفيروس كانت اول ظهوره في 1960 ودي كانت اول اصابه الفيروس كورونا عشان كده احنا نتكلم عن نيو كورونا او نوفل كورونا كورونا الجديده الجديده لكن كان اخر اصابه بيه في 2012 اه اللي احنا كنا نسميها السارس او الميدل استرس باتو سندروم ودي كانت برضه نتيجة فيروس كورونا يبقى ده مش اول مرة تيجي الكورونا يبقى احنا مش عايزين نخاف مهاجات قبل كده ورحته وعدت وعدت الجديد في عدد الاصابات المرضى لمراضي احنا مرة فاتت لما كنا بنتكلم في السارس كنا بنتكلم في 8000 اصابة احنا النهاردة بنتكلم في سبعين الف مصابة السبعين الف دول فيهم حدو عشر الف حالة مؤكدة انها تم شفاء منها او بس لسه متحفزين يعني بحضارات او لا تقوى خارجوا تماما وخارجوا في تسعة وخمسين الف منهم 1800 حالات وفاة امم بنسبة معداش اتنين في المئة من الاصابات وفي لسه حوالي تمانية واربين الف كويس لسه تحت العلاق امم تمانية وعشرين دولة اصيبت لكن كان معظم الاصابات في الدول شرق ازي اوه يعني الصين هون كونج تايوان سنجابور كوريا الجنوبية دي اكتر حاجات الاصابات طبعا كوريا الشمالية معانيتش على القام وده غريب ان الكوريا الجنوبية بفيها القام كبير قوي حاجة وسببين حالة كوريا الشمالية فيش فكتين لكن احنا مفيش غير حالة واحدة للمريض غير مصري غير مصري بالضبط فهيس وجاي مش من مصر فهيس